عايزة أبتدي بما يدور في ذهن الناس عشان بعد كده الكلام هيبقى له منحة تاني خالص وشيء في الفترة الأخيرة أنه لطفي لبيب مر بأزمة صحية وقرر يعتزل كده بالبلدي ويش شيء يعني فأنا حقيقة كلام ما دخلش دماغي مش لطفي لبيب اللي بيرفع راية ولا بيستسلم ولا بيعمل حاجات من البكائيات دي مش لطفي لبيب خالص لطفي لبيب محارب قديم وطول عمره ماشي بمنطق المحارب الشاب فلما تمر فيه معاه أزمة صحية ما إيه اللي حصل لك يا عم إنتا اللي حصل ليه إن أنا شغال وكويس وماشي الحال فجأة قالولي وقعت اتنقلت انعاش دخلت إيه الحكاية يا جماعة قالولي الجلطة في المخ معرفش المخ ده جالي مني حبيبي يا لطفي وبعدين وبعدين تأقلمت مع الحكاية وبيت مانيول شربات يا حبيبي يا لطفي فأنت أي طب إنت إيه هل إنت قلت هعتزل فعلا لا أنا أفكر أنا معتزل في إيه معتزل فعلا يعني أنا أنا مناف بيتي يعني إيه؟ يعني يا عشبيتي لما يجد فن أنزل فن بالضبط أهو ده كلام إنما أنا بحب التمثيل أي طبعا بحبه جدا طول عمرك الحقيقة وطول عمرك بتجري وراء مهنة مش مهنة هي هواية للعب الممثل ده بحب يلعب جدا بالأدوار يلعب يعني فلطفي طول عمره ما بيتوقفش عند حاجات على وقت ما حنحكي الحكاية من أولها المهم إن أنت أنا اللي أنا شايفة دلوقتي أنا أنا الحقيقة لما سمعت الخبر قلت لأ لأ مش مش لطفي يعني مش لطفي والحاجات دي خالص يعني لا 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 خالص مش كده خالص هو كويس هو بيتحرك بتمرن بيمر بالموضوع بيخلصه بهدوء شديد بتعامل عقلاني جدا حننتصر فيه حننتصر أكيد يعني دونك والقتال يعني مش هتتسسلك معاي لا لا ما تخفيش إنما أهم ما في الموضوع إنه هو طيلي عنده مخ تصدقه فهو قال يعني بيهزر منين جالي مخه هو فعلا اللي بيسوق لطفي في حياته مخه يعني مخه صاحي مخه بيقرأ بيكتر أولا هذا الرجل قعد قد يكون دلوقتي مثلا إيده كده شوية كلام ده كلام ده داي بقولك ايه ده ما تخفيش إنما الإراية شغالة جدا طبعا هو دلوقتي بصوا بيقرنق بيعني بترجمها إزاي إنه أيوة في استراحة محارب كما قال اللي هي بترجمها إنت إزاي أنا في البيت ما تعودش إنه أكون عاطر إيه إيه قلت الأردارات إيه عادي وده طبيعي ايه آأ إن شغلت شوية بالقريبة وابتدي يتأكتب بالضبط شفت حلوته بقى أنا ما أعودش سيك أنا عارف أنه هو بيكتب حاجة مهمة جدا من ضمن ما كتب أو آخر ما كتب بعد كتابات كتيرة قديمة